السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام كديرين بخير صحيح على بس اليوم هاد الفيديو هنديرو خصيصا لنسلك يسولوني اللوليدات ديال الجي بي ونسبة اليوم هاد يومي 2 سبعين ونبير 2012 عندي هاد الفيديو واندي كما تشاهدون حطيت واحد الالتة ديال الجي بيه احطيت هنايات الولد ومن الولدات ها هما الوليدات ونسك يسولوني حال ديال الوقت خصومي يبقى عادي يطلقوهم مع والدهم إذا اطلقتهم في هذه المرحلة هذه غير يأكلوهم ولا يجعلهم لك وليهذا انا كنخليهم هنا في حماية حماية لكي لا يدروا بهم اخرين ونسك يسولوني ماذا نخلي معهم الام ديالهم ولا لا لا لان الام ديالهم براسة هي غير تاكلهم هذه غريزة في الاسماك ديال الجي بي مالك تولد الوليدات كدر تاكلهم لانهم يعيشوا في واحد الوصاة اللي يكون في ذلك الياراقات وذلك شي يسحبهم ياراقات وذلك حشرات كيبقوا يكلوهم الموضوع الثاني هو ان الناس اللي يأتي و يديروهم في هذه الحاضنة ولا طاصة ولا كما أردتكم في الفيديوهات السابقين يجعلوهم في هذه البلاصة هذه إلا خلوهم عير واحد يومين تابعة غادي موتو وشنو السبب باش غادي موتو لان هذا المال يكون هنا ينفيد منه الاكسيجين و بالنسبة للأكل اللي كان يعطيهم يتعفن في هذه البلاصة هذه ولهذا الناس اللي يجعلوهم في هذه البلاصة هذه يفوتوا يومين انا مخليهم في الحاضنة اللي كتصنعتها وصوبتها الراسي النذرة هذه كبيرة جاءتني مزيانة والحمد لله كان نخدم بها مزيان ونخليكم ان شاء الله الرابط ديالافتندوق الوصف باش تستفدوا معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم و الطريقة اللي قلت لكم غادي تخليوا بها الوليدات مزيانين وهو ان هذا المال يتبدل كل نهار كل نهار من نفس الحوض هذا الحوض اللي انا اضطهم فيه لانهم نخذين نفس درجة الحرارة ماشي غنى غنلجة لهم اخر غنغير لهم درجة الحرارة وغنغير لهم دورة البيولوجية دية المال اللي يعيشين فيه لان هذا المال من نفس الحوض لهذا كنت عندي طاسة ضيرة وحاطهم فيها كما الفيديوهات السابقين كنت دير واحدة الشبكة اللي هي بحال هذه ماذا بحال هذه؟ نشدها و ندهجت لابابو و نخوض كل الوليدات كاملين هنا في عشرة ثواني سوف يموتون موالو عندي فيديوهات سابقين فيهم هذه الشروحات كاملة نخوضها و نغسلها جيدا و نأتي و نعمرها من هذا الماء لأن درجة الحرارة و الظهورة البيولوجية سوف تعود ردهم و تعمرها و تضعها و تجعلها في حول كل نهار كل نهار حتى يكبرون قليلا الوليدات و يستطيعون أن يعيشوا مع الأمهات و يعيشوا من أسماكهم الكبارين قليلا بالنسبة لي هنا نقوم بشكل دور نشد عندي لدي هذه الطاصة بلاستيك و أريد أن أخذ الماء من هنا و نحاول أن أخذ الماء و نحاول أن أخذ الماء لأيض 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 هنا و أنهار لأيض 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 هنا و أحد هنا و نحاول أن أصبح هذه الماء بسم الله و أخذ》 كما لأتخذ و نحاول أن تخلط لأيض و نحاول أن أعز من هذه قطة وتنام و هنا أصلا لدي الفيلتر سوف يصفي لي فالفيلتر لا أكسجين هذه في حالات لما عندك حوض واحد اخر لا عندك حوض واحد اخر مزيان خاص بالصغار تزل الولدات تلاحهم في الحوض الصغير صافة الولدات يعيشوا تم مكان ولكن لما عندك حوض واحد في حال هذه الشكل هذا لأنه لن يتم تعمل هذه الناس لن يتم تحوض ونريهم الطريقة بسم الله على بركة الله ونريهم الطريقة كي يتعاملوا مع هذا الصغار كي يعيشوا لهم لأن هذا الصغار يكبروا لكي يعطيهم حوض عامر بالاسماك لا يوجد مشكل عيخ لهم لا يوجد مشكل عيخ لهم سنصدق لا يوجد شيئ نتيجة نتيجة لديهم لديهم الولدات لديهم الاسماك الله مبارك نحن نقوم بإمكانك لديهم الطريقة بالنسبة له ونحن نقوم بإمكانك هذا الماء بهذه الطريقة ونحن نقوم بإمكانك طاست صغيرة طاست صغيرة لديهم أحضر لننقوم بإمكانك لديهم أخرى لديهم أخرى لا يمكن أن نضع لديهم أخرى سنصدق لهم إذا كانت سوف تقوم بإمكانك مع الماء ونحن نقوم بإمكانك ونحن نقوم بإمكانك لديهم أخرى ونحن نقوم بإمكانك أخرى أو أخرى أخرى ونحن نقوم بإمكانك يمكنهم أن يحمل رأسهم ويهربون كل شيء على بركة الله بالنسبة لأمهم هي هذه اللهم بارك الأمهم هي هذه الحمد لله أخرى بالنسبة لحوض هذا اللهم يصير هذا اللهم يصير الله يبارك وهذا هو نهاية الموضوع اليوم مشاهدين الكرام أتمنى تكونوا استفتوا معنا من هذا الموضوع سوف نعطيهم الماكلة هنا ركين الوليدات هنا حوالي تقريبا واحد عشرين حبة الوليدات الله مبارك تكونوا جدادين تولدوا عير البارح السابق و اليوم سبعة نوانبير 2022 وبالنسبة للحالزون التفاحتة هو ديره هنا اللهم مبارك هذا الفيلتر هذا الفوق رغمه ما يريد أن يبيضه ويبقى البيض يبقى واحد المودة ويبقى يمكنك تشاهده في حالزون ركين موجودين يلا متابعين كرام لو لديوا سؤال دعوا لي في كومنتر ونجاوبوا ونجاوبوا لو لديوا سؤال ونجاوبوا وبالنسبة للوليدات هم من الذين يحبس الماء سوف أعطيهم الماكلة وسوف أعطيهم الماكلة بالنسبة للماكلة سوف أعطيهم مرة في النهار ونجاوبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة